مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون العربية وردني سؤال من أحد المتابعين أنه أراد يحول صور وفيديوهات من هاتف آيفون إلى هاتف ثاني لكن وجد مشكلة أنه ايردروب ما اشتغل عنده فحبيت أعمل لهذا الفيديو لكن قبلها أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناة بلين بعيون العربية باشتراك لايك ويفعل الجرس حتى يوصلك كل شيء جديد من عندي والجديد على قناتي قناتي اسمها بلين بعيون العربية قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول لهذه المشاكل في البداية اللي حابب يعرف معنا الايردروب هو وسيلة لنقل صور وفيديوهات بين هاتف آيفون وآيفون ثاني لازم يكون على نفس الشبكة ويكون الهاتف الآيفون والثاني قريب واحد من الثاني حتى ينقل بصورة صحيحة هناك عدة أسباب حتى البلوتوث ما يشتغل أول شيء تابع للهاتف المرسل اثنين للمستقبل الآن رح نجي على الهاتف المرسل أول شيء رح تدخل على الإعدادات تروح على البلوتوث لو كان متوقف الآن البلوتوث رح تفعله وهنا رح الهاتف بإمكان اكتشافه هذا شيء جدا مهم أنه تتأكد من البلوتوث الشيء الثاني أنه تروح على عام تنزل على خيار الإرسال السريع رح تتأكد موجود عندك إيقاف الاستلام أو جهات الاتصال أو الجميع لعشر دقائق فالجميع لعشر دقائق ممكن تخلوه على هذا الخيار أنه رح يرسل للجميع بعد عشر دقائق يتوقف بهالحالة رح حافظ على البطارية ما يستهلك بطارية هذا أنا أفضل أي شيء لأنه العقل ما رح يشتغل أهواية ولو حبيته إيقاف الاستلام هذا شيء جدا مهم فأني ما أفضل على جهات الاتصال إما هذا الخيار أو هذا الخيار الآن رح نرسل ونتأكد هل يقبل أو لا الآن دخلت على الاستوديو ورح أرسل هذه الصورة حتى نرسل رح ندخل هنا بالأسفل ويعمل إرسال السريع هنا لم يتم العثور على أشخاص ليش؟ لأنه الهاتف الثاني لازم تقربها أول شيء وتفتحها بس قربتها وفتحتها ظهر عندك وتتأكد من الهاتف الثاني أيضا البلوتوث مفتوح عنده ورح تنقل بسلاسة هذا الحبيت أشرح لكم الآن نقلت الصورة بصورة صحيحة أتمنى بنهاية الفيديو استفاديته أدعموا قناتي برلين بعيون عربية باشتراكوا لايك فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلام أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل الآن يحاضر شكرا لكم مع ألف سلام بس طفاء الهاتف شوفوا لم يتم العثور على أشخاص اتحياتي لكم وعسلام شكرا لكم